نخش على طول في موضوع حلقتنا النهاردة ونبتدي بأول حاجة عايزة أكلمكم فيها في قاعدة مهمة قوي في التنمية أكد عليها السيد الرئيس أكتر من مرة في مناسبات مختلفة إنه من غير صناعة ما فيش نموه اقتصادي آه فيه أنشطة اقتصادية مختلفة السياحة مهمة جدا قناة السويس والبترول وغيرها كمصادر للنشاط الاقتصادي والدخل كلها مهمة جدا لكن يا جماعة بجد الصناعة هي الركزة الأساسية لاقتصاد أي دولة ليه؟ ما احنا يا جماعة بنستعمل حاجات ورق وكبيات وعربيات وأجهزة ونروح ونيجي حنجيب الحاجات دي منين؟ يا نصنعها؟ يا نستوردها مثلا دول كتيرة ابتدت تركز مش ابتدت مركزة ومهتمة جدا ومن فترة طويلة بقصة الصناعة النهاردة الصين بتنافس وبتزق الولايات المتحدة على صدارة العالم بسبب النهوض الصناعي اليابان، كوريا الجنوبية لو قعدنا نعد لوقت البرنامج هيخلص دول كتيرة جدا معتمدة في اقتصادها على الصناعة وإحنا دولة فهمة الكلام ده كفاية هقول لكم معلومة مهمة جدا اتحاد الصناعات المصري بكرة هيحتفل بمرور مئة سنة على تأسيسه عارفين الكلام ده معناه إيه؟ معناه إن إحنا دولة صناعية من زمان آه ساعات الدنيا بتبوص شوية وبعدين نرجع ننتبه ونقول عايزين نزبطها بمناسبة مئة سنة على اتحاد الصناعات بكرة في الملتقى والمعرض الدولي الأول للصناعة تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وحيستمر لمدة يومين من اليوم الأول اللي الرئيس تولى فيه الخيادة السياسية المصر وهو منتبه لموضوع الصناعة والتصنيع وكلنا فاكرين من كم يوم كان بيتفتح المصنع المهم بتاع الرملة السودة اللي هي كلها معادن اهتمام القيادة السياسية بالصناعة خلى إنه فيه تسهيلات كتيرة لضمان وجود صناعة وطنية قوية وفيه شعار جميل إحنا كلنا بنحبه جدا ولما بنشوفه صنعة في مصر طب أقول لكم حاجة كمان آخر أشكال أو الاهتمام بالصناعة في مصر كانت مبادرة إبدأ إيه بقى حكاية مبادرة إبدأ دي؟ أنتوا هتسألوا وأنا هرد أو أنتوا هتسألوا وافتح باب قلبك هيرد مبادرة إبدأ هدفها أن يكون فيه صناعات مصرية خالصة مبادرة إبدأ اتربطت بمبادرة حياة كريمة يبقى فيه مشروع متكامل للصناعة في مصر وحشرح إزاي؟ مبادرة حياة كريمة عشان العنصر البشري يبقى مدربينه ومأهلينه واخد ثقافة التصنيع طيب مبادرة إبدأ دي بقى هتعمل إيه على أرض الواقع بجد ما إحنا أصل ساعات الناس بتقولك أنتوا بتتكلموا وده كلام نظري مش منعاكس على أرض الواقع لا إحنا هنجيب أرض الواقع شخصيا ونتكلم فيها مع بعض المبادرة دي كان أعلن عنها السيد الرئيس في إبريل 22 في حفل إفطار الأسرة المصرية والرئيس يوميا أتكلم مع المصريين بمنتهى الوضوح وقال أن كل أهمه أن يتم الاعتماد على المنتج المحلي ما هو يا جماعة ما ينفعش نبقى من أصغر صناعة لأكبر صناعة بنستورد والاستراض يعني دولارات خارجة ويعني فلوس نقدر نعمل بيها حاجات أكتر مبادرة إبدأ يعني نركز على الصناعات المحلية يعني ندعم ونكبر دور القطاع الخاص في كل الصناعات في مصر والرئيس قال أنه كل الاحتياجات المطلوبة عشان الكلام ده يتم برضو على أرض الواقع هيبقى جاهز ومتفعل يعني إيه؟ يعني عايزين تعملوا مصانع هنديكم حق انتفاع بالأراضي عايزين تعملوا مشروعات هنعمل إعفاء من الدرائب خمس سنين وأكتر طب عندكم مصانع والمصانع دي اتعملت فيها مخالفات قانونية لا لا مش هنقفل المصانع هنقنن أوضاعها ونحل مشاكلها ونخليها تمشي تمام محتاجين دعم فني أو مدي من أجهزة الدولة المختلفة الدولة هتوفر الكلام دي طيب حصل يبقى المبادرة هتوفر استثمارات جديدة لقطاع الصناعة في مصر بـ 200 مليار جنيه 200 مليار جنيه وده هيرتب 150 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة خلال الأربع السنين الجايين 150 فرصة عمل دول يعني 150 ألف أسرة 150 ألف بيت وعمار للبيوت طيب المبادرة ايه بدأ دي ليها تلت محاور المحور الأول أنه إحنا عشان نعمل التصنيع المحلي بيتعامل شركات يعني بنتشارك بالبلد كده مع الأسامي الكبيرة في الصناعة في العالم هنشاركهم ونعمل معاهم مشاريع في مصر والشركات دي بدأت فعلا في قطاع الأجهزة المنزلية اللي النهاردة بنسعى أنها تبقى صناعة مصرية المحور التاني الدعم الفني الدعم الفني ده بقى زي ما قولنا مصنع عنده مشاكل ده عايز دعم فني ده عايز عملة مدربة ده كذا كل ده حيتقدم أما المحور التالت والمهم زي ما قولنا مبادرة ابدأ شغالة مع مبادرة حياة كريمة أننا هناخد الشباب في القرى والمراكز والأماكن المختلفة وندربهم فنيا ومهنيا ونخليهم جاهزين يخشوا في تروس مصانع مصر هل ده كلام على الورق ولا لا؟ ده اللي حنشوفه وحنتكلم عنه المبادرة موجودة على أرض الواقع حنطلع فاصل ونرجع نكمل فقرات بقية الحالة شكرا